موسيقى 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 مصطفى محمد كان دايماً دوره أنه هو يقفل زاوية التمرير على قلبن الدفاع نتكلم أنه مصطفى موجود هنا ودول قلبن دفاع السنغال كان دايماً دور مصطفى أنه هو يقفل زاوية الباص اللي بتخرج ما بينهم وإحنا بنحاول نفضل هنا بنفس الشكل ده كده لحظة ما بتخرج الكرة من قلبن دفاع السنغال كان دايماً بيخرج يا أم عمر السلية يا أم محمد النني عشان يضغطوا على الراجل ننبل اسمين دي ده اللي هو ضغط هنا عليه جنب البورد شوية كده عشان الناس تشوف اللي انت عاملوا على البورد ضغط في الحالة دي كده عمر السلية ضغط لحظة ما بتخرج الكرة من رجل نبل اسمين دي لأي طرفين من طرفين عمر السلية بيسيب مكانه ويرجع تاني لنص من العبن كلام ده عاملوا عمر السلية عاملوا محمد النني في أكتر من لقطة وده كانت أهم حاجة منتخب مصر اللي يعب على الشرط التاني كان دايماً الهدف أن نحن نوجه منتخب السنغال إن هو يلعب دايماً على الأطراف أو بكرة طويلة لو رحنا لرقابتنا بعد كده الفولدر التاني على الأطراف هتلاقي إن إحنا دايماً كنا بنحاول نلعب زي دعاً هنا منتخب السنغال بيحاول يدور الكرة مفيش أي مساحات موجودة هيري على المدافع لوحدة السرعة اللي بعدها على طول هتلاقي مفيش حاجة بيعملها يستبدأ في دور الكرة تانية زي ما هي يلعب بعد كده بخلين ندخل على فولدر اللي موجودة لحاجات اللي على الأطراف تشوف منتخب مصر إزاي كان بيلعب في الحالة دايماً يا كريم كان منتخب مصر عايز يفضل موجود في الزيادة عددية يعني هنا الكرة أول ما تلعب الكرة الطويلة لساليوسيس هتلاقي عمر جابر راح عليه إن إني رجع يغطي من وراء وراءهم ياسر إبراهيم عشان في اللحظة اللي بيترقص فيها عمر جابر لو رحنا بعد كده هتلاقي إن إني بيغطي وراء هتلاقي ياسر إبراهيم بيغطي وراء عشان يخرج الكرة دايماً في كل موقف لمنتخب مصر كان فيه زيادة عددية واضخة على الأطراف عشان ما تدوش أي مساحة إن هو يعمل حاجة أنا دايماً ما بحطوش واحد على واحد لأن أي واحد على واحد دايماً أنا فرصتي يقل وظهر في أكتر من لقطة بل إن ماني عدى كمان في لقطة واثنين من اثنين على واحد على اثنين فدي كان دايماً حاجة إحنا مش سمحين إنها تبقى موجودة ما طبقناهش بامتياز تسعين ديئة لأنه لو طبقناه بامتياز ما كانش زي ما نحطين ديناه على قلبنا وحن متفرج عدنا ماني مرة واثنين وده في رأيه مش شئ غلط ده شئ منطقي لنها من لاعب في النهاية منتخب السنغال لأ أسادي ماني يعني برضو أنا بكررة كتير ما أسادي ماني هيعد يا جماعة يعني كده كده هو بيعدي في الدور الانجيزي مع أعظم مضافعين في العالم وبيعدي في دور الابتور أوروبا مع أعظم مضافعين في العالم فهيعد في واحدة دي إمكانيات لاعب مش إلا من إمكانيات نهاية بس هو إمكانيات لاعب هيعد من أي مضافعين سواء أنت تكلمت على عمر جيبر أو على أكرم توفيق ربنا يشفي أو على إمام عشور أي لعب هنا كانت طبيعاً نسان يوماني يعدي منه إمام عشور في المصر الفاينل رغمي لأولا عال شوت تاني عظيم شوت لأوله طرق أصفاء أكتر مناسبة ودي كانت مشكلة متكررة كيروش حاول أنه يلاقي لحل من بدري لحظة بمكان اللاعب ده بيسيب مكانه لو هم بيضاء ويتحركوا عشان يبعدوا عن أماكنهم كان دايماً اللاعب اللي بيتحرك لو هم هنا منتخب السنغال بهاجة منتخب مصر مثلاً بالمثلث ده فإحنا دايماً الباك مع واحد هنا لعب الوسط هنا مع واحد وبيرجع لعب الوسط الثاني أو قلب الدفاع يكونوا ضمين بالشكل ده بس إن احنا نبقى 4 على 3 أو 3 على 2 3 على 3 بحد أقصى لحظة بما الراجل ده بيتحرك عشان يوصل هنا بيجري وراء ووصل للمرحلة دي ما بيكملش وراءه بيسيب ويرجع ويبدأ يستلموا واحد تاني وهكذا وده كان أكتر حاجة متكررة لمندخب مصر في الحالة الدفاعية طيب هرجع لك برضو في الحتة الهجومية دي بس هسألك فاروق نتعامل إزاي مع السنغال في مباراة المباراة اللي جاية السنغال طبعاً له قدرات هجومية كبيرة جداً وقدرات اتفاعية أيضاً كبيرة جداً خلينا نتفق إن إحنا كان عندنا نقاط ضعف آه لعبنا مباراة إجابية في إجابيات كتير بس برضو كان عندنا سلبيات ونقاط ضعف أكيد لازم نقاط ضعف دي آه عندنا في القاهرة كنت محسوس في لعبة اتنين ما دخلش فيك أهداف لكن في دكار أنت مش ضامن قوي إن لو نقاط ضعف دي كررت ما يدخلش أهداف خلينا نبدأ بأول نقاط ضعف نتكلم فيها عمر جابر لعب مباراة جيد يعني ما نقولش إن عمر جابر ما لعبش مباراة جيد لعب مباراة جيد لكن عنده مشكلة كبيرة جداً هو حتى كيروش فاجئ أليو سي سي بعمر جابر اللي أليو سي سي ما عندوش فكرة عن عمر جابر وهو تفاجئ فيه في المباراة منتخب السنغال لعب 15 عرضية ما يدروش يستفيدوا منها لكن كان فيه كورتين كان ممكن يسجله فيها بسبب التغطية العكسية لعمر جابر وعمر جابر عنده مشكلة في التحمات الهوائية دايماً كان فيه تفوق للعابة المنتخب السنغالي في الحتة دي فلو أليو سي سي لعب مباراة الإياب وحط في دماغه إن عمر جابر هيركز جداً على اللعبة دي هيودي على القائم البعيد لعيبة طوال القامة سواء شيخه كويتيه أو رأس الحرب المنتخب السنغالي وهم هيتفوقوا على عمر جابر خلينا نشوف أكتر من اللعبة هذه كرة عرضية أعتقد أن التفوق واضح جداً لعب المنتخب السنغالي على عمر جابر بعدها فيه أكتر فيه أكتر من الكرة دي لعبة هتتلاعب عرضية بنشوف عمر جابر هو آخر واحد موجود في القائم البعيد هتتلاعب بعد كده نشوف الصورة اللي بعدها هنلاقي الكرة تلاعبت فين عمر جابر؟ عمر جابر مش ظاهر من الفيروت بتاع متخب السنغالي فيه أكتر من زاوية ليها بين التفوق الواضح جداً لعب المنتخب السنغالي على عمر جابر في الحتة دي وده شيء مهم جداً الكرة دي جات في الشبكة الخارجية وكانت ممكن تبقى هدف فأعتقد أن دي نقطة لو قال يوسي سي عمر جابر لعب هيركز عليها بشكل كبير جداً وممكن يبقى فيها تفوق للمنتخب السنغالي خلينا نعرض للزاوية اللي بعد كده عشان يبني التفوق البدن الواضح واضح اتنين لعيبة طوال القامة فارق كبير جداً هو تقريباً قد عمر جابر مرة ونص فدي نقطة لازم أعتقد أن عمر كمان عبد الواحد أطول والجنب بتاعه أفضل عمر جابر شوية الجنب بتاعه أولير فلازم يبقى فيها تغيير حتى فيه صورة اللي بعد كده نشوفها كمان لعمر جابر فواضح جداً التفوق للمنتخب السنغالي خلينا نشوف النقطة الضعف اللي بعد كده اللي بنتكلم فيها كان فيه لقطة مهمة جداً تبين نقطة قوة المنتخب السنغالي وهي اللعب بين الخطوط لو شفنا سادي ومانيه سادي ومانيه مش لعيب طرف يعني يمكن هو موجود كوينجر لكن هو مش لعيب طرف هو لعيب دايماً هو أعتقد أنه هو من أفضل لعيبت العالم إن لم يكن الأفضل في التحرك إن بتوين اللي هو التحرك في الهوف سبيس أو في المساحات الداخلية ما بين الظهير وقلب الدفاع هنا سادي ومانيه انت ضربت وسط ملعبك بتمريرة واحدة ضربت أربعة لعيب ليه؟ لأن انت عندك حمدي فاتحي تقدم حمدي فاتحي المفروض تم ممكن تشرح لي الجزء ده ده لازم مشرحه على البرد احنا هنا بنلعب أربعة ثلاثة ثلاثة كريم هنا حمدي فاتحي إنني مغطي في مكان صلاح ودي نقطة هنتكلم عليها إذا طريقة اللعبة تبقى موجودة لازم تلعب بطريقة اللعبة مختلفة في مواتش العودة هنا إنني يغطى على صلاح حمدي فاتحي الطري قابل سادي ومانيه تحرك نحن بنتكلم إن المنتخب مصري هو الأحمر سادي ومانيه هنا الباك طبعا بيخش عشان يقدم سادي ومانيه سادي ومانيه تحرك في المساحة ما بين الخطوط هي المنطقة دايما اللي بيحبها سادي ومانيه لأن انت بيتحرك لو تكلمنا إن ده رباع الدفاع المنتخب مصري سادي ومانيه دايما بيحب يتحرك في المساحة اللي ما بين اللي هي الهافس بيس ما بين الظاهير وقلب الدفاع سادي ومانيه استلم الكرة هنا حمدي فاتحي الطري قابل السلائة موجودة هنا حمدي فاتحي الطري يضغط سب مكانه اللي هو تعميل خط الدفاع اتضربت أربعة العيبة بسبب تمرير واحد التمرير بعد كده راح تسادي ومانيه اللي قدر يروح واحد على واحد وعدى من عبد الملع مشرط كورة كانت خطر جدا فدي دي لازم عشان تعالج النقطة دي لازم يبقى عندك كومباكت في الدفاع الدفاع بتاعك ماينفعش يرجع لورا ماينفعش يتقابل كده ويبقى في مساحة كبيرة ما بين خط الدفاع وخط الوست لازم اللي اتنين يتعاملوا كومباكت اقرب خط دفاعك من العيبة الوست اما ترجع لعيبة الوست اقرب الخط الدفاع بحيث مايبقاش فيه اي مساحات موجودة بنقطة دي دي نقطة مهمة جدا لو اتكلمنا على نقطة محمد صلاح او نبدأ ازاي المباراة دي انا نتطرق لها بعد كده طيب خط الهجوم او الهجوم او الطريقة الهجومية المنتخة بمصر طعا نتكلم كده كده كريمي في الفولدر بتاع الهجوم مش هكومنتخة بمصر هاجم ازاي اولا او نمط من نمط الاتكرارات كتير ومشكلة هي مشكلة متكررة ودي اللي هيبقى كريوش عايز اللي حل بعد كده الكرة دي اتكررت تقريبا في شرط اول اربع مرات محمد الشناوي اول وينش اول بفتوح حد من ناحية دي بيلعب كرة تقريبا متوسطة اللي قلو تحد الباك هتلاقي انه عمر جابر بيلعب الكرة بدماغه جيب السرعة اللي بعدها على طول هتلاقي عمر جابر رايحها لمصطفى مصطفى رايح لصلاح صلاح وده مصطرفناش فيها صح فما عمليتش خطورة هات اللقطة اللي بعدها على طول الوينش بيلعب طويل عمر جابر طلع يستلم السرعة اللي بعدها عشان نوضح انها عملت ازاي خطورة لعب مصطفى لصلاح صلاح وده عمر جابر تحت لو عمر جابر بص هنا لتحت طبعا كانت بقيت هاجم خطر كان ممكن نجيب منها الجون التاني اللقطة دي تقريب في شرط اول اربع او خمس مرات دي كان اللقطة الوحيدة اللي كان ممكن نشوف منها خطورة فمع انها تقررت معانا ان في شكل معانا في تدريب معانا ان في شكل خطط يعمله كلس كروش في النواحي اللقم بالصب ده ممت واضح كمان حتى بس هي الصورة مش موجودة قبل اللمسة بتاعت عمر جابر دي صلاح بيشاور لعمر جابر بيقول له اجري بيعمل له كيب يقديه يقول له اجري عشان اجري ياخد الباص ده منه دي لقطة اتقررت كذا مرة نقدر بالوقت بعد كده نكون فيه احسن ولكن الاهم بالنسبة للوقت هو ان احنا فيه شكل بنحاول نوصل له وقدرنا نوصل به ولكن للأسف ما كانش يعني الجملة اللي هي بتاعت باصل صلاح دي مش موجودة مع منتخب كلس كروش تعالوا باوريك احنا مش عارفين ازاي نباصل صلاح دي حاجة مهمة جدا النقطة بتاعت مشكلة الهجوم خلينا نقف الفولدر ده نوع لاخر فولدر مشكلة الهجوم هنا انني استلم الكورة قطع الكورة انني استلم نيني جالبا هيبصل السلية السرعة اللي بعدها على طول بصل السلية فيضل جاري لو نجعنا للسرعة اللي قبلها معايشة ثانية واحدة بص انني قطع منين كممكن يسلم اللي بيجري او يسلم صلاح نيني بقى عمل ايه السرعة اللي بعدها فيضل جاري بنفسه لحد موصل فين والعابة القارب واحد جنبه وعمر السلية عمر السلية هيعمل ايه هاديها للنيني تاني ضاعت فرصة مرتدة 3 على 3 بيت 3 على 10 اللقطة دي اللقابة اللي بعدها انني قطع هنا هو السرعة اولية سلم عمر السلية تصرف صح انني المراد يسلم عمر السلية اللي بيجري بصوا عمر السلية تصرف ازاي فيضل وقف بيها شوية تريس جي بيجري لقابة تريس جي في الاوت بدل ما يوديه على الجول بسرعة عشان نلحق احنا بنحاول دايما انا كريم ايه معكسين في الفرق احنا بنحاول دايما ان احنا نوصل بالشكل ده او نبقى ذا كده شكلنا الاربعة تلاتة تلاتة لحظة ما طبعا منتخب السنغال بيبقى زايد علينا عدديا فانو اكتيرا بيزيد هنا بخمسة او بستة بيحاول يبقى هنا دايما في المسلس ده اهو وفي المسلس بتاع الناحية التانية والراجل منهم بالاسمين دي واقف بيأمن هنا اهو مثلا بالشكل ده هنا احنا بنحاول نبقى فيه زيادة العددية ان احنا نبقى ثلاثة على ثلاثة او ثلاثة على اربعة لحظة ما تبقى عندك الكرة هنا فانت بص هتبص على الشكل ده كده هتلاقي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة شديد ده قول في ستة في مساحة كبيرة اوه ما بينك وما بين المهاجمين عندك لازم تلع باللوم باس اول ما انت بص هنا يعني اني قطع من هنا السلائل لو راح لازم ياخد الكرة ومنها يجري الرجل ده او يجري الرجل اللي جاي من هنا عشان نروح على الجول صح حلوة قوي دي نقطة مفهومة ايه بقى النقطة الضعف اللي عند السنغال اكيد عندهم نقطة ضعف اهم نقطة ضعف ظهرت وكننا ممكن نسجل منها بدل هدف اتنين هي الدربات السبتة لو شفنا فيه صورة فيه حلقة جايبها لتباركز خاطئ تماما من لعابة المنتخب السنغال ماينفعش الايام القريب بيبقى لعابة الخصم اكتر منك في الايام القريب لو شفنا فيه ثلاث لعابة بس منتخب السنغال على الايام القريب وفيه خمس لعابة المنتخب المصر رغم كده فيه ثلاث لعابة في الايام البعيد ومافيش ولا لعابة المنتخب المصر في الايام البعيد فالتمركز خاطئ تماما راحت للوينش والوينش كان يسجل فيه في الشوت التاني برضو لعبة شبيهة لها والوينش راح وسدد لكن ما دخلتش ففيه لازم نستغل اخطاء الكرات السبتة عندهم نبدأ ازاي مباراة السنغال انا في رأيي فيه تغيير لازم يبقى موجود وهو مصطفى محمد مكان محمد صلاح يبقى هو راس حربة عملها كيروش في مباراة ناجيريا ما اصمرتش لسبب واحد انه هو اعتمد على مصطفى محمد في الجناح لكن اعتقد ان الافضل انه هو يبقى مرموش موجود في الجناح لو شفنا ده اخر المباراة في الديات 89 تحديدا اعتقد ان الشكل اللي نهى به المباراة هو اللي هيبدأ به محمد صلاح متمركز كراس حربة موجود مرموش على الجانب الايمن تريزيجية على الجانب الايصر واقول لك ليه دلوقتي يا كريم وسلاسي وسط الملعب زي ما هو ليه لان انت هتلعب لو شرحنا على البورت اه انا معايا بالضبط 10 ثواني 10 ثواني خليهم 20 اه يعني سريع عن كده احنا بنتكلم 4, 5, 1 بتتكلم ان انت هتعرف الخطورة 8 هتقدر تضيق المساحات ما بينه بسبب وجود تريزيجية ومرموش اللي بيغطوا دفاعيا فالزاهير عندك مش هيتطر يفتح يقابل سيس فهيتطر ان هو يقفل فهتعمل دفاعك هيبقى متغطي المنطقة دي متغطية صلاح وجوده في رأس الحربة بهم جدا لان وجوده على الجانب الايمن صلاح دفاعيا ضعيف جدا بيخلي سيس يتقدم بشكل كبير وبيتبقى موجودا مساحة عندك 3 لعيبة بيغطى عليك في الحتادي صحيح يعني كالعادة بتشرف وبتنور كالعادة بمبسط جدا شكرا جزيلا محمود بشكرك شكرا جزيلا كالعادة يعني رائعة يعني شكرا طيب دي كانت فقرتنا الاخيرة في حلقة النهاردة من رقم 10 كلام حلو قوي والله دايما الفقرة دي بتخلص كده كده يعني الكلام ما بيخلص فيها وكلام كله حلو عشان بنعرف نترجم اللي بنشوفه في الملعب لما يتوضح لنا بشكل احسن وبشكل تفصيلي انت ممكن تفرج على المبارة بحماسك الشديد ما تاخدش بالك من تفاصيل فريم فريم كده تقدر تفهم بيه اللي حصل من واجبات سواء دفاعية أو هجومة يا ربنا يوفقنا ان شاء الله في مباراة التلات ونكسب المباراة ونصعد الى كأس العالم اشوفكم يا رب على الارف خير اشتركوا في القناة